موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء المشاهدين والمتابعين لقناة منعرة العلم English for you وأهلهم الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في لقائكم متجدد على قناة منعرة العلم English for you النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الثاني علوم الدرس الثاني في الوحدة الأولى وحدة الأنظمة الحية وهنتعلم هنا من الدرس الثاني كيف تعمل الحواس تمام؟ طيب هي يعني إيه الحواس؟ يعني حواس البصر اللي هي المسؤول عنها العين أو الشم اللي مسؤول عنها الأنف أو التزوق اللي مسؤول عنه اللسان أو السمع اللي مسؤول عنه الأذن أو اللمس اللي مسؤول عنه أعضاء الإحساس في الجلد عايزين نعرف الحواس دي هتشتغل ازاي وإيه فايدة اصلا ان الحواس دي بتعمل هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل إن شاء الله هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم انت عارف ان الحيوان عنده حواس زيك زي الإنسان بالزبط ها الحيوان عندوا حواياة زي وزي الإنسان بالظبط بيشموا وبيسمعوا وبيشوف ولكن في حيوانات عندها حصة السمع أقوى وفي حيوانات عندها حصة البصر أقوى على حسب ما بتتكيف مع البيئة اللي هي فيها فربنا خلق الحيوانات اللي بتعيش بالليل يبق عندها يعني أو اللي حياتها بتبدأ بالليل بيبق عندها حصة السمع وحصة البصر قوية جدا في الليل خلق حيوانات تانية بتعيش تحت المية فمحتاجة انها تسمع الصدى فخلق لها حاسة السمع قوية وهكذا على حسب كل حيوان والبيئة اللي بيعيش فيها ربنا حط في جسمه تركيبات بتخليه يتلقم مع البيئة دي ويتلقم مع الحياة اللي هو بيعيشها طيب عايزين نعرف بقى كيف تعمل الحواس تعالوا نشوف مثلا حيوان زي الحيوان اللي هو النمس حيوان النمس المصري ده بيتواصل مع الحيوانات النمس الأخرى يعني ايه بيتواصل يعني بيتكلم معاهم ويتعامل معاهم ده عن طريق ايه؟ عن طريق اصدار مجموعة من الأصوات الأصوات دي هتسمح بالتواصل فيما بين الحيوانات بتاعت النمس دي مع بعضها لما بيتحركوا من مكان لآخر أو لما بيبحثوا عن الغذاء تمام؟ طيب الحيوانات زيها زي الإنسان بتشوف بعنيها وبتسمع بودنها ولكن بعض الحيوانات لديها حاسة سمع أو بصر ايه؟ أقوى من حيوانات أخرى زي ما اتفقنا على حسب طبيعة وبيئة كل ايه؟ حيوان والأجهزة التركبية لربنا حبا بيها يعني عشان تنائم البيئة بتاعته يعرف يتكيف ويعرف يعيش لو جينا نشوف الدولفن هنلاقي ان الدولفن بيمتلك أعطاء حس فائقة جدا وكوية بتساعده على البقاء يعني مثلا الدولفن عشان يبحث عن الطعام أو يحمي نفسه من الظلام تحت الماء هنلاقيه ان هو بيستخدم خاصية الصدى عشان يحدد مواقع الأشياء تحت سطح الماء عشان يحدد موقع الفريسة ويحدد موقع الأجسام تحت سطح الماء طب يا ميس يعني ايه صدى؟ هقولك جرب كده تدخل قوضة تكون فاضية ما فيهاش أي حاجة أو شقة فاضية في أمارة مثلا لسه بتتبني والشقة واسعة جدا وقف كده وقول بصوت عالي أي كلمة قول مثلا كلمة علوم هتلاقي ان الصوت ده وتسافر في الهوى ورجع تاني ارتد فبعضيها بثواني بسيطة هتلاقي انت بتسمع حاجة بتقول علوم وكأن ايه حد تاني بيتكلم هو ده اسمه الصدى الصدى دوت الدولفين بيستخدمه تحت المية عشان يعرف به يحدد موقع الأشياء وموقع الفريسة ان الفريسة اتكلمت والدولفين سمحها مشي وراها عشان يعرف مكانها والمكان اللي هي محدوطة فيه عن طريق الصدى ده تمام؟ طيب الدولفين ده بيقوم بإصدار موجات صوتية وهو بنتقل تحت المية وبيستخدم الصدى زي ما قلنا في تحديد موقع الفريسة وموقع الأجسام الأخرى طيب الحواس الخمس اللي هما البصر المسؤول عنه العين السمع المسؤول عنها الأذن الشم المسؤول عنها الأنف التزوق والمسؤول عنه اللسان اللمس والمسؤول عنه أعضاء الإحساس بالجلد طيب الكائن بقى بيستخدم الحواس دي ليه؟ الكائن طبعا بيستخدم الحواس دي لأهدف كتيرة جدا منها أنه يتجنب المخاطر فبيستخدم الحاسة بتاعة البصر عشان يشوف يشوف هو رايح فين؟ ماشي إزاي؟ هيتكابل فطوبة؟ هيغبط في باب؟ بيعد الشارع فعايز يشوف الرصيف؟ عايز يشوف العربية؟ بيستخدم السمع عشان يسمع؟ بيستخدم التزوق عشان يدوق؟ طيب يبقى مثلا الغزالة الغزالة بتعرف إزاي تاكل وإزاي تهرب من العدو؟ بتشم عن طريق رائحة الطعام بتعرف إن ده الأكل اللي مفروض تاكله وبتشم ريحة العدو فتطلع تجني منه عشان ما يقدرش يمسكها طيب طب النصر النصر بيشوف المكان من مكان مرتفع جدا إنه قوي النظر جدا النصر ده ما بيبقى طاير وبيبقى في السمع ولكن النظر بتاعه قوي جدا وحد جدا لدرجة إنه هو وهو طاير في مكان مرتفع خالص خالص يقدر يشوف الأكل عشان ينزل وإيه؟ وياخده طيب الأعضاء الحسية الفائقة بتختلف رؤية الأشياء بالليل عن رؤية الأشياء في النهار ففي الليل مثلا بيكون شكلها مختلف وغريب عشان كده الحيوانات بتستخدم قصية السمع ليلا عشان تصل إلى الطعام وفيه حيوانات تانية بتنشط ليها الرؤية ليلا ودي بتسمى الحيوانات الليلية ودي اللي بتكون عايشة في مناطق شديدة الحرارة فبتضطر إنها تبحث عن الغذاء دوت ليلا في الظلمة فعشان تبحث عن الغذاء دوت ليلا في الظلمة فربنا بيزودها ببصر حد جدا تقدر فيه إنها تشوف في الظلمة طيب تكيفات الحسية بقى للحيوانات الليلية تعالوا نشوف مثلا حيوان زي حيوان التعبان ده بيستخدم جزء محدد فيه وجهه بغرض إنه هو يحدد مكان الفريسة عن طريق الإحساس بالإيه؟ بالحرارة المكان اللي فيه الفريسة يخليه حس كده بحرارة طيب الخفاش بيعرف يحدد مكان الفريسة عن طريق صدى الصوت عن طريق الصدى يقدر إنه هو يروح يصطاد الحشرات في الظلام طيب الموء البومة البومة برضو عندها حسة السمع فائقة جدا وعندها القدرة على دوران الرأس الرأس بتاعتها بتلف في الجسم كله وبتدور في كل اتجاهات الجسم ليه عشان تبحث عن الفريسة؟ دي كلها حاجات من التكيفات الحسية ليه الحيوانات اللي بتنشأت ليلا اللي بنسميها حيوانات ليلية عشان تقدر تعيش وتتكيف وتبحث عن الطعام وتاكل وتشوف بالليل في الجو اللي بيكون شديد الظلام وشديد الحرارة طيب عايزين نعرف عمل الحواس في الإنسان إيه المسؤول عن عمل الحواس في الإنسان؟ الجهاز العصبي طبعا هو المسؤول عن عمل الحواس في الإنسان والجهاز العصبي في الساديات هو المسؤول عن عمل الحواس فيها قلنا يعني إيه الساديات؟ يعني الحيوانات التي تلد وترضع صغرها زي الفيل زي الكلب كل ده فيه أجهزة عصبية أو فيه جهاز عصبي هو المسؤول عن عمل الحواس طيب هو يعني إيه الجهاز العصبي ده؟ بيتكون من إيه؟ الجهاز العصبي ده بيتكون من المخ والأعصاب والأعضاء الحسي طيب المخ بيتصد بمجموعة من الأعصاب اسمها الحبل الشوكي الحبل الشوكي ده بيمر خلال العمود الفقري وبيتفرع من الحبل الشوكي اعصاب صغيرة بتصل الجسم ايه آآ مع بعضه وبتصل العضلات مع بعضيها فزي ما احنا شايفين اهو اه دي هنا عندي العمود الفقري اهو تمام والعمود الفقري ده فيه جواه حبل شوكي واصل للمخ والحبل الشوكي من جوه متفرع الى اعصاب صغيرة جدا بتوصل كل حتة من الجسم مع بعضها طيب كيف يستجيب الجسم من المسيرات الخارجية يعني ازاي العين بتشوف ازاي الازن بتسمع ايه اللي بيحصل طيب بتستقبل الاعضاء الحسية مثلا زي العين والازن المعلومات الحسية الاعضاء الحسية زي العين والازن والانف واللسان واليد وهكذا والمعلومات الحسية دي اللي هي صوت او حرارة او ريحة انت لو شمت ريحة ملاخلك اللي بتشم لو في حرارة تلاقي جسمك هو اللي حس بيها لو في صوت تلاقي ازنك هي اللي حست بيها ازاي هنستقبل المسيرات الخارجية دي المعلومات الحسية دي الاعصاب بتستقبل المعلومات دي وبعدين بتحولها إلى نبضات كهربية وبتقوم إلى نقلها للمخ يعني أول حاجة الأعصاب هي اللي بتستقبل المسيرات الحسية دي هي اللي بتستقبل الصوت اللي انت بتسمعه أو الحرارة اللي انت بتحس بيها سواء برد أو حر أو الريحة اللي انت بتشمها وبعدين بتحول المعلومة الحسية اللي يتفج دي إلى نبضات كهربية وبعدين بتنقل النبضات الكهربية دي إلى المخ هيقوم المخ بتفسيل النبضات الكهربائية وتحولها إلى إحساس وردود أفعال وأفكار النبضة اللي جات له بقى يبتدي يحولها الإحساس فلو صوت يبقى تحس بأذنك لو حرارة هتحس بجلدك لو ريحة هتحس بأنفك وبعدين يبتدي المخ يبقى مسؤول عن ردود الأفعال والأفكار يعني مثلا لو ريحة حلوة تبصت لك كده اتبسطت وانتعشت لو ريحة وحشة تبصت لكت الزيت وخلاص مش عايز تشمها لو ريحة شياط بصلا لو قدر لها أو حريقة تبتدي تجري في البيت وتشوف ايه اللي بيشيت مثلا عشان تقفل بوتاجاز ولا تشيل حلة من عليه هو بقى المخ دلوقتي اللي بيبقى مسؤول عن ردود الأفعال والأفكار طيب مثلا انت هتشم ريحة بيزة فالأنفة هتستقبل هذه المعلومة وبعدين هترسل الأعصاب الخاصة بالشم الموجودة خلف الأذن إشارة للمخ عشان يصدر رد الفعل المناسب رد الفعل المناسب بقى يا إمه مثلا انت بتقوم تاكل يا إما انت بتبقى معادي من جنب المحل فعايز تروح تشتري وهكذا بيعمل الجهاز العصبي بشكل متكامل طبعا مع جميع أجهزة الجسم لأن أجهزة الجسم كلها بتعمل بشكل إيه؟ متكامل طيب عايزين نشوف الإحساس بالبيئة اليربوع المصري أو بنسميه اليربوع القافز وده حيوان صغية ليه أذن كبيرة بإزاي بقى بيستطيع البقاء؟ إن اليربوع دوت عنده أرجله الخلفية طويلة ليه؟ عشان بيستطيع القافز لمسافات طويلة عشان يستطيع الهروب وعنده شعره وأدامه وأصبعه بتمسك بالرمال وتقفز في شكل متعرك وعنده أذنه كبيرة فتبقى إيه؟ حس للهروب من الحيوانات المفترسة زي التعب نقول تاني الإحساس بالبيئة إزاي الحيوان بيحس بالبيئة وبيتكيف معها ويقدر إنه يعيش ويتأقلم حيوان مثلا زي حيوان اليربوع ربنا خلقه عشان يستطيع في البقاء خلقه هو حيوان صغير جدا خلقه حيوان صغير رجلين خلفية طويلة وأذنه كبيرة وشعره وأدامه وأصبعه بتقدر إنها تمسك بالرمال وتقفز في شكل متعرك طيب ليه خلق أرجله الخلفية طويلة عشان يعرف يقفز لمسافات طويلة ويستطيع الهروب طيب ليه أذنه كبيرة عشان يعرف يهرب من الحيوانات المفترسة فهو هيسمع أصواتهم فهيحس بيهم فيعرف يهرب منهم طيب ليه شعر أقدامه وأصابعه يعني ليهم طريقة معينة كده عشان يمسك بالرمال ويقفز في شكل متعرك طبعا اليربوع بيشعر بوجود السعبين عن طريق أذنه كبيرة دي إنه هو بيسمحهم وبتنتقل الأعصاب المعلومة اللي هو سمحها إلى المخ فالمخ يبتدي ينبه الساق بتاع اليربوع الساق الخلفية الطويلة دي فهيعرف إن فيه حيوان مفترس جاي عشان ياكله فيبتدي يتحرك ويهرب بعيد عن الحيوان اللي جاي إيه ياكله تمام؟ طيب كيف يعمل الجهاز العصبي؟ الجهاز العصبي بيجمع معلومات من أعضاء الحس يعني العين بتقوله أنا شفت كذا والأذن بتقوله أنا سمعت كذا والجلد بيقوله أنا شعرت بكذا يبتدي يجمع المعلومات دي من أعضاء الإحساس سواء العين أو الأذن أو الجلد أو الأنف وبعدين يرسل المعلومات دي للمخ لإن المخ ده مركز التحكم في الجسم وبعدين المخ هيرسل إشارة إلى الجسم بما يجب أن يفعله فمثلا لو حص الجسم بسخونة في شيء ساخن ممكن انه هو يقصر على الجلد مثلا انه هو هيحرقك او هتحشعر بقلم او كده هيبتدي الجلد ده يرسل اعصاب هيرسل المعلومات الى المخ هيرسل عن طريق الاعصاب المعلومة الى المخ يبتدي المخ يرسل المعلومات الى العضلات فالعضلات هتاخد بقى رد الفعل المناسب بان هي تسحب الايد لو ماسك حاجة سخنة هتسيبها تقع من ايدك تمام طيب في حاجة اسمها الفعل المنعكس او رد الفعل رد الفعل اللي هو زي ما انت ماسك حاجة سخنة هتسيب سخنية فرامتها ده اسمه استجابة تلقائية سريعة نحن المؤسرات المفاجئة انت حصلت لك استجابة لان انت شعرت بالسخونة بتاعة الجسم ان انت مسكه فراميته تمام يبقى دي استجابة تلقائية سريعة نحن المؤسرات الايه المفاجئة طيب احنا كده خلصنا مع بعض كيف تعمل الحواس عايزين بعد كده بقى ناخد المفهوم التالت اللي هو الدوق وحاسة البصر المفهوم التالت اللي هو الدوق وحاسة البصر الدوق وحاسة الابصار الدوق هو المسؤول عن انك بتشوف لما بتنقطع الكهرباء فالكأن الحي بيستخدم بعض الحواس لجمع معلومات عن البيئة المحيطة زي حاسة السمع او حاسة الشم لازم يبقى فيه دوق لتتمكن من الرؤية لابد من وجود دوق لتتمكن من الرؤية تستطيع بعض الحيوانات ان ترى افضل من الانسان في الظلام وتستطيع الحصول على الدوق دوت من الشمس او من المصباح الكهربائي طيب لو جينا نشوف عملية الصيد في الظلام لا يستطيع الانسان الرؤية في الظلام الا اذا ارتدى نظرات خاصة هناك بعض الحيوانات بقى هي اللي بتستطيع الرؤية والصيد في الظلام زي النصور وزي الكت السماك تمام؟ طيب النصور التركيبة بتاعد العين بتاعته بتساعده على الرؤية لينا وصيد الفرقس والكت السماك له غشاء بيعمل زي مرآة خلف عينه فبيرى الظلام وبيستطيع الصيد لينا مصدر الضوء ده اللي بينبعث او بيخرج منه الضوء زي الشمس او النجوم او المصباح الكهربائي او الشمعة الحيوانات الليلية لها اعين مختلفة عن اعيننا لها اعين كبيرة وعندها تحضيق كده للعين حدقة العين بتكون اكثر اتساعا من الانسان تم ان لها حواس كوية زي حسة السمع وحسة الشم دي بتساعدها على الصيد لينا طيب لو جينا نشوف ارد التارسير هنلاقي ان دوت ارد صغير بيعيش في جنوب شرق اسيا طوله عشرة سنتيمتر كبير ريبا بدونزيل بيبحث عن طعامه من السحالي والحشرات في ضوء خافت في ضوء بسيط جدا طب هو بيشوف ازاي لانه عنده حاسة البصر قوية لانه عنده عينتين كبار بيجمع عليه الضوء وبيعكسوه عشان كده بيعرف يشوف في الظلام عين البومة مثلا بتكون عينها كبيرة وكمان ما بتتحركش داخل تجويف العين ولكن بتستطيع انها تلف راسها 180 درجة طيب الضوء ده صورة من صور الطاقة الضوء هو اللي بيساعدنا على الرؤية الرؤية بتساعدنا على جمع المعلومات من البيئة المحيطة الضوء بيجعلنا نرى ما حولنا والضوء بينتقل في شكل موجات وهو بيكون في الصورة المرئية للطاقة جرب كده يعني ايه الدوق الطاقة جرب كده وافتح لنبة مثلا ووعد تحتيها حس ايه يقولك حتى في الصيف ده اقفل النور بالذات اللون الرصفر ده بيجيب حرارة بيجيب حرارة ليه؟ لان الدوق ده وقت صورة من صور الطاقة فا انت بتحس بحرارة يعني نحكس الضوء الساقط على جسم العين فبتتمكن من الرؤية يبقى انت بتشوف ازاي بتشوف عن طريق نعكس الضوء الساقط على جسم العين عشان تتمكن من الرؤية بتنقل العينين معلومات للمخ عشان يفسرها لو الضوء ما نعكسي العين مش هتشوف حاجة لان ترى شيئا ازلاميا نعكس الضوء الى العين لازم تدق ينعكس الى العين عشان ترى الاشياء طيب تركيب العين الخاصة توجد عند بعض الحيوانات زي الرنة والغزال والاحصنة والقطة والكلاب ميزة لا توجد عند الانسان وهي وجود البصات الشفاف والبصات الشفاف دوت نوع من انواع التكيف اللي بيساعد الحيوانات على الرؤية ليلا طيب هو ايه هو البصات الشفاف ده عبارة عن ايه؟ هو طبقة رقيقة بالعين بتوجد خلف الشبكية وبتعكس الضوء فهيرتد او هيرجع للشبكة مرة اخرى فتمكنه من ايه؟ من الرؤية طيب انعكس الضوء يعني ايه؟ يعني توهجه لمعان وده اللي بتراه في عيون القطط في الظلام مش انت لو قبلت قطة قطة في الظلام كده تحس ان يعنيها بتنور زي ما يكون فيه كشفات كده في عينها ده بسبب البصات الشفاف اللي بيعمل على انعكاس الضوء فيجعل الحيوان يشوف ويشوف بكوة يعني طيب بالنسبة لرؤية الانسان بيطلق على جدار العين بتاعت الانسان اسمه شبكية والشبكية دي عبارة عن طبقة رقيقة من الانسجة الحساسة للضوء الشبكية دي هتستقبل الدوء هتحول له معنومات وبعدين المعلومات دي هترسلها للمخ والمخ يبتدي ترجم بقى فتبتدي تشوف طيب في الظلام الشبكية دي ما تستطيعش انها ترسل المعلومات الى المخ فما بتستطيعش الرؤية طيب المواد العكسة للضوء والمواد غير العكسة للضوء بتختلف المواد في قدرتها على انعكاس الضوء او نفاذ الضوء من ايه من خلالها فاحنا عندنا اجسام نعمة واجسام خشنة الاجسام النعمة هتعكس الضوء بشكل افضل وده بيكون زي المرآة او زي الزجاج فدي اجسام بتعكس الضوء الاجسام الخشنة اللي هي الخشب وزي الورق دي ما بتقدرش انها تعكس الضوء بشكل افضل هي بتعكسه بشكل اقل يعني طيب سكوت الضوء على المواد انا عندي المواد دي مواد معتمة ومواد غير معتمة او بسميها مواد نافذة للضوء ومواد غير نافذة للضوء لان بعض الاجسام بتعكس الضوء وبعضها بتمتص الضوء وبعضها بيمر من خلالها الضوء يبقى انا عندي في اجسام هتعكس الضوء وفي اجسام هتمتص الضوء وفي اجسام هيمر من خلالها الضوء الجسم المعتم ده اللي ما بيسمحش بمروق الضوء من خلاله والجسم المعتم ده مثلا زي شجرة زي انسان زي بيت بيكون لها ظل تمام؟ يبقى الاجسام المعتمة دي بيكون لها ظل طيب أنا مثلا لو مستخبي وراء شجرة مدالي والشجرة مغطياني اللي وقف قدام الشجرة مش هيشفني لأن الشجرة دي ما بتعكس الدوق ما بتخليش الدوق ينفذ من خلالها وهكذا أنا لو مستخبيها برضو وراء إنسان ما فيش حد يعفي شفني لو إنسان دوت إيه كان ميدانين كل كده تمام طيب الأجسام المعتمة دي دائما بيبقى لها ظل يعني الشجرة هتبصت لقيها لها ظل في فترة الظاهرة إن إنسانه هو ماشي في فترة الظاهرة كده تبصت لقي خياله قدامه هو ماشي وهكذا طيب الجسم الشفاف بقى ده الجسم اللي بيسمح بمرور الدوق من خلاله وده بيكون زي الزجاج والماء والهواء طيب إنعكاس الدوق ده بيكون منتظم أو غير منتظم ده على حسب نعومة الجسم الجسم الناعم بيكون إنعكاس منتظم الجسم النمع الناعم ده زي المرآة وزي الزجاج الجسم الخشن وده بيكون زي الخشب بيكون الإنعكاس بتاعه غير منتظم الأجسام الخشنة بتتشتت وتبعصر الضوء يعني الأجسام الخشنة دي بتشتت وتبعصر الضوء طيب بيقول لي يلجأ الناس إلى طبيب العيون لأنه بعض الأشخاص يجدون صعوبة في رؤية الأجسام البعيدة والبعض يجب صعوبة في رؤية الأجسام القريبة والبعض يجب صعوبة في التمييز بين الألوان تمام؟ فإحنا بنروح لطبيب العيون عشان يساعدني على الرؤية طبيب العيون بيساعدك بأنه بيعمل لك نضارة بتقرب لك المسافات بحيث لو أنت ما بتشوفش من بعيد تعرف تشوف بحيث أن انت لو عينيك بتزغلل بيعرف يعارج الكلام ده كله إنما لو عينيك ما بيوصل لهاش الضوء الضوء ما بيدخلهاش أصلا الشبكية بتاعت عينيك بقيت معتمة ساعتها الطبيب ما يقدرش يساعدك في حاجة لأن دي ساعتها يعني بتبقى التركيبة من عند ربنا كده يعني فيها خلل حصل فيها خلل العين عشان تشوف لازم أنه ينكسر الدوء ويرتد مرة أخرى وينعكس ويرتد إيه مرة أخرى عشان ينفذ الدوء خلال العينين والعينين تعرف تشوف غير كده الطبيب ما يقدرش يساعدك في حاجة طيب المفهومة الرابع بقى في الوحدة الأولى بيقول التواصل ونقل المعلومات إزاي بيحدث التواصل ونقل المعلومات تعالوا نشوف زي ما اتفقنا إن الكائنات الحية بتستخدم الصوت والضوء لتتواصل بينها وتشارك المعلومات طيب تعالوا نشوف مثلا حشرة زي الخنفساء المضيئة الخنفساء المضيئة دي بتعيش على أشجال منجروف في تايلاند وبيحدث تفاعل كيميائي داخل أجسام الخنفساء فتضيء الخنفساء المضيئة دي لها أجنحة لا ما بتستخدمهاش في الطيران ولكنها بتستخدم في إطلاق ومضاط لتغدير الحيوانات التي تهاجمها يعني إيه ومضاط؟ يعني بتعمل مثلا إيه بتخرج دوق كده الدوق دوت مثلا يعمل عملية كهرباء للحيوان اللي هو بيهاجمها فبتعمله عملية تغدير فالحيوان ما يعرفش يهاجمها طيب تومد يعني تخرج دوق ومضاط يعني إنها بتخرج إيه دوق عشان كده سميناها الخنفساء المضيئة لأنها بتخرج الدوق دوت على فترات إيه منتظمة طيب عندنا مثلا الحروف الأبجادية واللغة التحريرية بتسهل اللغة المكتوبة التواصل بين البشر وبيستخدم البشر اللغة عن طريق الكراءة والكتابة وظهرت أقدم الكتابات في مصر منذ 3000 سنة قبل الميلاد والكتابة الهغوريغرافية بتتكون من 700 رمز وابتكر المصريون يعني اخترع المصريين ورق البرد للكتابة في سنة 105 ميلاديا اخترع الصينيين الورق الصيني بقى اللي اخترع الورق ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه تشايلون تشايلون دوت هو اللي اخترع لنا الورق طيب بالنسبة ليه التواصل أنا لو اللغة دي ما عنديش علمي بيها مش هعرف اتواصل بيها ليه؟ لأن ساعتها الجسم هيعجز عن ترجمة ما يقرأ فمش هيقدر يوصل معلومة ومش هيقدر يترجم المعلومة فمش هفهم مش هفهم من ايه؟ الرسالة فلازم يكون المخ على علم بما يقرأه من لغة يعني حتى يتم عملية ترجمة المعلومات واخذ الرد المناسب طيب طريق التواصل الحيتان فيه نوع من الحيتان اسمه الحيتان الحدباء الحيتان الحدباء دي بتتواصل فيما بينها ازاي؟ بتنتج صوت بيكون ناتج من اهتزاز الاشياء الحيتان دي بتغني تحت المية عشان تتواصل مع بعضيها يعني غناءها هو طريق التواصلها مع بعضيها بتصدر الحيتان دي اصبات منتظمة وبتعمل زي مكتوعات موسيقية كده فبالتالي تبتدي تتواصل مع بعضيها طبعا الحيتان دي بتغني في موسم التزاوج وبتغني عنده التغذية يبقى الحيتان دي في موسم التزاوج اللي هو بيكون عنهم في الشتاء بيغنوا كده على اساس انهم ده طريق التواصلهم مع بعض وبيغنوا عنده التغذية يعني عنده بحسهم عن الطعام وتناولهم للطعام لم يتوصل العلماء الى الجزء الذي يصدر الصوت في الحيتان ودرجة الصوت الحوت بتزداد وتعلو في الشتاء وفي المياه البردة وبتنخفض في الصيف وفي المياه الدافية وبينتقل الصوت في شكل موجات لها تردد يعني ايه تردد؟ يعني عدد الموجات اللي بتمر عبر نقطة في زمن محدد الأعضاء الحسية زي ما قلنا اللي هي زي العين زي الأذن زي الشم زي التصاق الزوج عندما يحدث لها مؤثر خارجي هتقوم بجمع المعلومة وترسلها للمخ بترسلها للمخ عبر ايه طبعا عبر الأعصاب بيستخدم المخ بقى المعلومات اللي جات له دي ويبتدي يصدر تعليمات برد الفعل المناسب يعني استخدم الإنسان النار عشان يتواصل على مسافات كبيرة باستخدام حسة البصر بحيث ان احنا لما نشوف النار دي ولع كده وايضا نعرف ان في ناس هنا فنبتدي نروح لهم ونتواصل معهم طبعا استخدم الرحالة المرايا قديما لجذب الطائرات الهيه الهيليكوبتر والكلاب عندها قدرة على قراءة تعبيرات وجوه البشر والكتابة واللغة عبارة عن شفرة بتستخدم من ايه الرموز يعني ايه شفرة الشفرة يعني نمط او شكل ليه معنى معين واتفق عليه من المرسل والمتلقي الشفرات دي في منها زي الضوء زي الطابلة زي الدخان زي تعبيرات الوجه دي كلها شفرات ابتكار الشفرة بتعتبر شفرة مورس من انظمة التواصل وتتكون من سفرات طويلة وقصيرة او باستخدام الشرط والنقاط مورس دوت اول واحد عملت لنا شفرة وجعل الشفرة دي مكونة من شرط ونقاط ومكونة من سفرات طويلة وقصيرة وبتمثل حروف برضو مختلفة للأبجادية ودي كلها الاختراحة العلم الأمريكي مورس طيب عايزين ناخد التشفير عند النحل بتستخدم الحيوانات الحركات بحسن عن مكان الطعام والشراب وبتتحرك النحل أجنحتها عشان ترشد النحل الاتجاه الصحيح اللي فيه الغذاء فهنروح في الاتجاه ده وبتحدد المسافة بتاعة الغذاء بتدول النحل حامل نفسها في شكل دايرة وبعدين بتركوا سرقصة واحدة لو كانت الظهرة قريبة وتركوا سرقصة اهتزازية ثلاث مرات لو كانت الظهرة بعيدة شوفوا سبحان الله طريقة التواصل بتاعتهم بتبقى ازاي ده اسمه التشفير عند النحل طيب أنظمة التواصل دي عندما تستخدم الكمبيوتر والهاتف إننا بنستخدم أنظمة التواصل باستخدام إشارات لنقل معلومات صممها الإنسان طيب طرق الحيوانات في استخدام أنظمة التواصل الحيوانات لا تستخدم أنظمة التواصل التكنولوجية زي الإنسان يعني الحيوان مش هيقعد على كمبيوتر مثلا هم اللي بيستخدم إيه بقى لو مثلا بصنا للنمل هنلاقي إن النمل دوت بيعيش في مستعمرات مكونة من ألاف النمل بيتواصلوا مع بعض عن طريق حاسة الشم عن طريق إطلاق رائحة قوية لما بتنطلق الرائحة القوية دي بتكون دي وسيلة اتصال مع النمل ودي بتبقى دليل يقيم على وجود طعام يقيم على وجود خطر طيب التكنولوجيا الحديثة دي أصلا مستوحة من الخفافيش الخفافيش دي بتستخدم الصوت كوسيلة للتواصل وفيه برضو عدد من الحيوانات اللي بيستخدموا الصوت كوسيلة من التواصل زي الحيتان الحدباء وزي الدولفن اللي بيمشي ورا صدى الصوت عشان يعرف الفريسة فده كله نوع من أنواع الحيوانات اللي بيستخدموا الصوت كوسيلة للتواصل الخفافيش بتستخدم أزنها عشان تحدد الموقع عن طريق صدى الصوت لما بيسمع الخفافيش الصوت المرتد بيحدد وجود الشيء بالقرب منه بيعيش طبعا الخفافيش في الكهوف والأماكن المظلمة وبيصعب على إنسان سمع صوته بتتناقش الخفافيش مع بعضها عن طعام والنوم والإيه والزواج طيب العكاز المستوحة من الخفافيش استوحى العلماء طرق تساعد المكفوفين في التكيف مع البيئة عن طريق عصى تصدر صوتا مثل الخفاش بتنقل المعلومات للشخص عن طريق صدى الصوت بيشعر بها الشخص باستخدام الإبهام أو الإصبع الأكبر فيعرف إن هناك جسما قريبا منه وتمكنها من الصيد الناس وهي مشى مسكة العصيان دي اللي هم الناس الكاففين العصاية دي بتعملهم زي صدى صوت اللي هو إيه يعرف كده إن قدامه مصنطوبة قدامه عائق قدامه حاجة ممكن يخبط فيها فيبتدي يمشي في ناحية تانية تمام؟ ده نفس فكرة تعمل الخفاش إن الخفاش عن طريق صدى الصوت اللي بيسمعه بيبتدي يحدد المكان اللي موجود فيه الفريسة المكان اللي فيه الخطر فيبعد عنه وهكذا عندنا حاجة اسمها سحالي سيناء أو بنسميها العجمة الزرقاء دي طبعا بتعيش في الأماكن الصحراوية الجفة زي سيناء والصحراء الشرقية وبتتميز بنونها البني اللي بيساعدها على التخفي طيب العلم الزرقاء الزرقاء دي فصل التزاوج عندهم أو موسم التزاوج عندهم بيكون في فصل الربيع في فصل الربيع بيتحول لون الزكور للون الأزرق عشان يجزبوا الإنس عشان كده بسميها العلم الزرقاء وبتنشط العلم الزرقاء في أكتر أوقات النهار سخونة يعني لما الدنيا تعيش في الصحاري لما الدنيا في الصحاري في النهار بتبقى الحرارة فيها مرتفعة ودرجة الحرارة فيها عالية تبص تلاقي العجمة الزرقاء دي نشطة توفر الطاقة أثناء اختباءها بين الصخور لصيد فرستها توفر الطاقة أثناء اختباءها بين الصخور لصيد فرستها طبعا بتجلس الزكور فوق الصخور العقلية لمراقبة الأعداء وحراسة الجحر طيب تلك التكيف مع البيئة بقى بتتكيف إزاي العجمة الزرقاء دي مع البيئة بتقف على أطرافها العلوية لتظل بطنها بعيدا عن الصخور الساخنة بيغطي جسمها كشونا للاحتفاظ بالماء جسمها طويل بيساعدها على الجري وتسلق الصخور يبقى ازاي بتتكيف العجمة الزرقاء في انها تعيش في بيئة زي بيئة الصحراء زات السخونة يعني او زات درجة الحرارة العالية تمام؟ زات السخونة او زات درجة الحرارة العالية انها زي ما احنا شايفين اهيه بيتقف على أطرافها العلوية فبتظل البطن بتاعتها بعيدا عن الصخور الساخنة فمش هتحس بالسخنية بتاعت الحرارة لانها اصلا بترفع بطنها على الصخور دي طيب كمان جسمها بيكون فيه مجموعة من الكشور اللي بتساعدها على الاحتفاظ بالماء فبيبقى جسمها على طول راطب فالحرارة مش هتأثر فيها كمان جسمها بيكون طويل فبيساعدها على الجري بسرعة ويتساعدها انها تتسلق الصخور عشان تدخل وتستخبى فيها بعيدا على الاعداء وما تكونش فريسة ليهم تمام؟ طيب كده احنا خلصنا الوحدة الاولى شرحنا النهاردة الدرس التاني والتالت والرابع وعملنا مراجع على منهج العلوم كده الوحدة الاولى كلها خلصت وهنبدأ بقى في شرح الوحدة التانية شرحنا منها اول درس درس الحركة والتوقف هنبتدي ناخد الثلاث موضوعات اللي باقيين ويبقى كده منهج العلوم خلص ونبتدي بقى بقية الايام لحد معادي متحان ان شاء الله نحل اسئلة ومراجعات ارجو ان اكون ساهمت فيه تبسيط المنهج ليكم وخليت الدنيا بقت خفيفة كده عليكم ان شاء الله وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا والدنيا بقت سهلة وميسرة اشكركم على حسن الاستماع رجائي ليكم ان اي حد يستفاد من الفيديو يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس على الكل عشان كل الفيديوز اللي بنعملها تنزلكم وتوصل لكم ان شاء الله وان هو يساهم معانا في نشر القناة عن طريق ان هو يبلغ اصحابه او يبلغ اي حد مختم بمحتوى الصف الرابع ابتدائي عشان الاستفادة تعمل مع الجميع ان شاء الله ويكون علم النافع يعني ننتفع به في الدنيا ويكون زكاة علمينا في الاخرى باذن الله شكرا على حسن استماعكم كانت معكم قناة منارة العلم انجليش فوريو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة